في البحر الأبيض المتوسط وتحديداً قبالة ساحل جزيرة السقلية ستلتقي السفن والغواصات وحاملة الطائرات والأفراد من ثماني دول أعضاء في الحلف العطلسي لتنفيذ تدريبات حربية قاسية ضمن مناورات يطلق عليها اسم ديناميك مانتا 2021 العسكرية الهدف منها تطوير التعاون الجوي وسطحي وما تحت البحر لحرب دفاع الغواصات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا إضافة إلى تركيا واليونان تشارك في هذه المناورات بنسختها الأولى في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه المناورات تجتمع تحت رأيتها دول يصود العلاقات بينها جفاء ونزاعات ولعل أبرزها خصم بحر إيجا تركيا واليونان الذين يدور بينهما نزاع بشأن موارد الغاز في البحر المتوسط هنا تنطلق الكثير من الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة الأمريكية من خلفيات عديدة وترسم أهدافا متنوعة في حضورها الأمني والسياسي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ولعل من ضمن الأهداف إعادة التعاون والتنصيق الأمني بين الدول الأعضاء في الناتو والولايات المتحدة بعد الشرخ الذي حصل في العلاقات بينها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب فرنسا التي حاولت منذ سنوات عزل تركيا وتهميش دورها شرقية المتوسط والإمساك بملف الطاقة يبدو أن تطورات الأخيرة في ليبيا جعلتها تقبل بالتعاون مع أنقرة في هذه المناورات وهي التي لطالما سعت إلى اللعب على وتر الخلافات بين تركيا من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى هذه المناورات تطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيتها وجغرافيتها والأهداف المتوخات منها وهنا يبرز السعي الدائم للإدارات الأمريكية لمحاصرة روسيا فهل نحن أمام إعادة إحياء للناتو لخدمة الأهداف ذاتها بأدوات أخرى؟